بعد فترة الصيام خلال شهر رمضان المبارك يعاني الكثير من الناس من متاعب وأعراض اضطراب الجهاز الهضمي خلال أيام عيد الفطر فيصاب العديد من الأشخاص بالتلبك المعوي وآلام البطن والتخمة كيف نتجنب متاعب الجهاز الهضمي خلال العيد أسئلة رح يجاوبنا عليها الدكتور منصور نصر الدين أخصائي في علاج الجهاز الهضمي بنا نقول لك يسعد صباحك وكل عام وانت بخير ينعاد عليك يسعد صباحك دكتور وكل عام وانت بخير وسوريا بخير كل سنة وانت يسالمي بالبداية يا دكتور حابين نذكر كل المشاهدين أنه يلي عنده استفسار أو سؤال حول موضوعنا لليوم فيكن تتواصلوا معنا على الرقم يلي رح يظهر على الشاشة كل عام وانت بخير وكل عام وانت بخير مرة تانية كل سنة وانتوا سالمين صباح خير سالي ونور اسمحوا لي أنا معكم بأول أيام عيد الفطر السعيد ان شاء الله كل سنة وانتوا سالمين اسمحوا لي قدم لكم أحر التهاني ومن خلالكم لأسرة الإخبارية ومن خلال الإخبارية لعموم الأخوي المشاهدين في بلد الحبيب سوريا كل عام وانتم بألف خير جميعا دكتور بالبداية خلينا نحكي اليوم أول أيام عيد الفطر كنا بمرحلة سيوم كان الجسم مبرمج على شي معين هلأ اليوم كأول يوم عيد هلأ طبعا فيه حلو فيه أكل فيه كثير قصص تمام نور يعني فيه قصص كثيرة يعني شو بتحب بتاعتي نصيحة هيك اليوم صغيرة كبداية يعني مش عام ما يقضوا العيد بالفرشة مش عام يضلون يعني يستمروا بالعيد أنا كنت معكم بأول أيام شهر رمضان المبارك وهلأ أنا معكم بأول أيام العيد وحكينا بداية أنه نحنا بأول شهر رمضان كنا رح ننتقل لنظام جديد نظام من أكل عشوائي لنظام في سيام 16 ساعة وهالنظام هذا رح يفرض كثير من المعاناة وخاصة بمجال السوائل حاليا رح نرجع لنظامنا الطعام العادي وهالنظام هذا بعد الصيام والجو الحار أحيانا عم بيكون بيسبب لنا أرباك كبير للجهاز الهضمي لأنه كثير من الأخوي الصائمين بمجرد قدوم العيد أفطروا وأفطروا بكميات كبيرة أفطروا بطعام منوع أنواع كثيرة طعام مليء بالدسم والكوليسترول طعام مع كثير من السوائل مع حلويات مثل ما قلت وهذا سبب أرباك للجهاز الهضمي هالكمية الكبيرة من الطعام وهالتنوع وهالمحتوى الكبير من الدسم والكوليسترول سوى كثير من العبء عندي كثير من الأخوي اللي مبارح مثلا راجعونا كثير من الأخوي أنه نحن يعني نحن عندنا أمراض محددة وهلق رح ننطلق بآكلنا شو بتنصحنا النصيحة تبدأ ببساطة أنه نحن كنا بنظام صارم تقريبا فبننا ننطلق بشكل تدريجي لأكل ماء الأعياد بشكل تدريجي ما بنا ننطلق بكميات كبيرة وبأنواع كثيرة وبكمية كبيرة من الدسم والكوليسترول وهي نصيحة يمكن لكل اللي عم يتابعنا وهي نقطة كثير مهمة دكتور لأنه بعد انقطاع كثير كبير عن الطعام لفترات طويلة أو ساعات طويلة من الصيام بتحس أول يوم بالعيد هو تفريغ طاقة عند كثير من الناس وحتى لمة العيلة والزيارات أنه الأكل على قد المحبة بتلاقيه من مكان لمكان إن كان قطعت حلو أو شوكولات هاي القصص كمان يمكن بتلعب دور نوعا ما بالجهاز الهضمي ممكن يصير فيه يعني تلبك معوي ممكن كثير من الحالات بالعيد فيه تسمم بيصير خلينا نعطي كمان شو الخطوات الأولى يعني أنا مثلا اليوم كنت صامي طول الشهر أول شي عملت وشربت نس كافي بس ما عملت مثلا بدي أعمل فطور كثير كبير لعود القصص السابة تمام تمام هلق بعد نحن اتفقنا سابقا أنه الهدف الأساسي من الصيام طبعا غير الهدف المعنى والهدف الديني الهدف الصحي من الصيام هو إراحة الجهاز الهضمي والسماح للجهاز الهضمي لكي يجدد نفسه ولهذه الخمائر والأنزمات التي تفرض بالجهاز الهضمي أن تكون فعالة بشكل مريح والمعدة والأمعاء أن تقوم بدورها بالهضم والامتصاص بشكل فعال وسريع وبدون إزعاج هلق إذا انتقلنا بشكل بدفعة وحدي لأنواع متعددة وأنواع غنية بالدسم والكوليسترول رح نساوي أولا إرباك لجهاز الهضمي رح نساوي ما يسمى بالعسر الهضم أو أملاء المعدي بشكل نحن نخربط عمل أو آلية عمل الجهاز الهضمي لما مندخله كتلة كبيرة من الأكلات أو من الأطعم اللي هي كان مرتاح من هضمة أو مرتاح من هالكميات الكبيرة وكان عم بيقوم بدور بالهضم بشكل تدريجي وبشكل مريح مثل ما حضرتك يعني قلت أو اشتغلت وهذا شيء من خلالك ننقله لكل الأخوي المستمعين يفترض نحن ندخل الطعام بشكل تدريجي وليس بشكل مفاجئ وبكمية كبيرة يعني بيكفي هلأ لما بدنا نفطر نفطر طعام خفيف طعام ما فيه كمية كبيرة من الدسم ممكن يكون مسبوق بكمية من العصائر الطبيعية اللي ممكن ترفعنا سكر الدم داخل البناء واللي بتخلي الشخص مرتاح بيأكله خلال كل النهار ما بيحس بإرباك بجهازه الهضمي يعني دكتور بالعيد منلاحظ في حالات شائعة دائما بكل عيد بتصيب الأشخاص يلي بيكونوا صايمين وبينتقلوا لأكل بطريقة أحيانا عشوائية حتى عزايا مؤسس فبيضطروا يأكلوا أحيانا بياكلوا للتخمة فشو الأشياء الشائعة يلي بتواجهوا يعني بتجيكون حالات معينة هلأ مباشرة عند إملاء المعدة بكمية كبيرة نحن قللنا من دور المعدة بالهضم والإفراغ فالشخص اللي عنده إمكانية لأنه يكون الدسام المعدة أو الدسام الفؤادي رخوا رح يصير في عنده قلس لمفرزات المعدة باتجاه الأعلى وهي رح تسبب له حرقة وحموضة وعدم ارتياح هضمي رح تسبب له جوشاءات ورح تسبب له نفخة وغازات وعدم تحمل هضمي وممكن كثير يعاني كل اليوم من خلال إدخال هالكميات وما يستفيد منه وما يرتاح بأكله فبالتالي نحن يعني ما بدنا نفهم نحن الصيام أنه نحن والله خلصنا المهمة وانطلقنا باتجاه الطعام خلينا نحن ندخل الطعام موجود مش هربان منا رح ناكر ورح نشبع ورح نملي حاجتنا للطعام بس خلينا ناخذها بشكل منطقي وبشكل علمي مش بشكل عشوائي وبشكل الجائع لشيء ويحب أن يملي معيداته بهذا الشيء بشكل من دون أي نظام أو أي خوانين ودكتور يمكن هذا الشيء كمان بينطبئ على الأطفال بعيدا عن الصيام فينا نقول الطفل خلال فترة العيد فيه بيكون تنوع بيمكن بالأطعمة إن كان الأطعمة المكشوفة أو الأكلات الطيبة مثل ما بنسميها بالعامية خلينا نوجه للأهالي بعض النصائح لأطفالهم لحمايتهم من تلبك المعوي من بعض يمكن الإصابات اللي ممكن تحصل معهم خلال فترة العيد كثير بشكرك على التنويه هذا وهذا الشيء مهم جدا هلأ في العيد رح يكون فيه حلويات وحلويات مكشوفة ونحن بفصل الصيف شكل كتير كبير هلح يكون فيه عليها تلوث من خلال الدباب من خلال حشرات وهلأ أي ممكن أنه يسبب لنا أمراض قد تكون خطيرة مثل التحرات المعاوية والإنتنات الشديدة وتصل إلى بعض الأحيان إلى إذا كانت تلوث ببعض أنواع جيرك أمراض خطيرة مثلا نجيب مثال الكوليرا وإن شاء الله أنه بعيد عنها بس نحن لازم ننوه أنه الأطعم المكشوفة الأطعمين عند الباعة غير الموجودين بشكل صحي يفترض أنه نحضر منها ننبه أطفالنا أنه لازم أنتم يعني يكون أكلكم من خلال الكبار إذا كانوا ما عندهم القدر أنه يعني ينتبهوا لهيئة أمور الأكل اللي ملوث ننبه عنه الجهات المسؤولية يعني أو الأكل المكشوف اللي هيتي من شان منعه مثل العصائر المكشوفة مثل الحلويات المكشوفة بالنسبة للأطفال الصائمين كمان هلأ إدخال كميات كبيرة من الحلويات ومن السكريات هذا له تأثير سلبي على الأنبوب الهضمي وعلى الجسم بشكل عام يفترض أنه نختار لهم الأطعم الصحية وخصوصا الخضر والفواكه الطازجي بس يمكن بفترة العيد ما فينا نتحكم بأولادنا بشكل كتير كبير ما رح نحن نمنعهم منعه مطلق ولكن بدنا يعني نخليه ما يكون الكتل الكبيري خليها نص بنص بيكون ممكن محقوحة يعني دكتور أحيانا في أشخاص بيعانوا من قبل من أمراض بالمعدة التشنجات حتى الكولون العصبي بيأثر على أنواع الأكل اللي عم يتناولوا الشخص شوفينا ننصح الأشخاص يلي عندهم معاناة سابقة لمعدتون طيب هذا السؤال كمان كتير مهم نحن هلأ حكينا على الناس العاديين أنه لازم يدخلوا بشكل تدريجي في عنا ناس كانوا مرضى وصاموا رمضان وسمحنا لهم أنه يصوموا وأنه شهر الصيام من غير مشاكل فهلأ الدخول بالطعام بشكل منطقي لازم يكون أو مدروس ومن خلال نصيحة طبية لازم يكون كثير مهم هذا الكلام عندهم مثل مرضى القرحات مثل مرضى اللي عندهم فتوق حجبية مثل مرضى أسوأ الامتصاص طبعا أسوأ الامتصاص خلال رمضان وبرات رمضان عندهم حمية يجب أن يلتزموا فيها وأشهر أسوأ الامتصاص اللي هو المسمي الداء الزلاقي اللي هو فيه تحسس لمشتقات القمح يعني الخبز ومشتقاته كلها ممنوعة مثل البسكويت ومثل الكيك ومثل البرغل ومثل كل شي بيدخل فيه القمح ممنوع هدول لازم يستمروا بحميتهم وما يقطعوها أبدا مطلقا غير طبعا ويتابعوا مع طبيبهم بالنسبة للي عندهم قرحات مثلا يفترض أنه في بعض الأكلات وبعض اللي ممكن أنه تطر لهم هجمات وتخليهم مش مرتاحين منتجنبها مع أنه نحن كثير صورنا متسهلين بحمية القرحة يعني أيام زمان كنا نحمي مريض القرحة أنه ممنوع الحد والحر والبهارات والحوامض ودبس البندورة والثوم والسمسم عدد ممنوعات قائمة طويلة من الممنوعات هلأ قصرنا متسهلين أنه نحن لقينا أنه مشكل للناس ممكن أن تكون مزعوجي من بعض الأطعم فممكن ندخلها عند بعض الناس وممكن نحرم منها بعض الناس اللي متضايقين منها بالنسبة للناس اللي عندهم فتوق حجبية وهدول نسبتهم كبيرة عندنا هدول كتير مهم أنه ننبههم على كمية الطعام الكبيرة كمية الطعام الكبيرة كتير مؤذية لهم تناول السوائل والمشروبات الغازية مع الطعام رح يكون له تأثير سلبي ورح يسبب لهم إرباق ورح يسوي لهم أعراض ممكن كثير تكون مزعجي من الحموضة والقلس والأعراض اللي رح تنكد عليهم اليوم بدل ما يكونوا مبسوطين بالعيد ومبسوطين بعض التناولهم للطعام رح يكونوا باقي اليوم أو بدون يسألوا الطبيب أو بدون يدوروا على الطبيب أو مزعوجين كل اليوم يعني لازم نتبع المثل القائل يمكن دروها موقاية خير منكم نطار علاج خلينا نحكي معك دكتور اليوم عم نشهد بنسبة كتير كبيرة عند الشباب مشاكل معاوية فينا نقول الأمراض المعدة منتشرة بشكل كتير كبير شو السبب؟ طبيعة الأكل، الجو، البيئة نحن لائما بنلاقي الصبايا والشباب يا عندهم تلبك معوية فتأ بالمعدة في كتير انتشار بشكل كتير كبير وملحوظ شو هي الأسباب يزا فينا؟ يعني الأمراض بشكل عام موجودة من القدم بس في نسبة كبيرة نوعا ما رح نوه أنا هلأ كترة مشاهدة كثير من الأعراض أو الأمراض اللي حضرتك عم تحكي عنها أحياناً بيدخل فيها بعض الأطعم اللي صارت اللي نسميها الصوفت فود أو الفاست فود أو الطعام السريع اللي نشريه فوراً من خلال يعني بعض المحلات وهذا الطعام عم بيكون غالباً غير صحي يعني طعام غني بالدسم، غني بالكلسترول، مش مدروس أبداً وهذا الطعام مثل ما بنعرف بكل العالم بيحمل كتير من المشاكل ومش بس على الأنبوب الهضمي هذا ممكن أنه يكون له تأثيرات على باقي الجسم وهذا طعام غالباً غني بالكلسترول هذا الطعام عم بيسوي لنا إرباك للجهز الهضمي ممكن كثير أنه نشوف كثير من الأعراض اللي كانت بطعام السابقين مش موجودة ما رح أنا أذكر أنواع أطعمي مشان ما يكون يعني دعاية سلبية باتجاه المحلات بس نوعاً ما الاتجاه إلى الطبيعة سابقاً كان اعتماد الناس على الخضار وعلى الفواكه والطازجي حتى على البروتين بيض وعلى النباتات أكثر حالياً ينصر في عنا الفاستفود هذا الطعام السريع مثل الصندوشات السريعة هاي عبي يكون أحياناً كثير غير صحي غني بالكلسترول مر بكلاس جهاز الهضمي ويقولوا تأثيرات سلبية على باقي أجهزة الجسم يعني نور حتى الشباب والأطفال بيميلوا للسناك والفاستفود كون هي طعمتها طيبة بس دايش الأهالي يعني لازم يحاولوا أنه يخلوا أولادهم أنه يعكلوا الطبخ بالبيت بدل مثلاً معين روحوا يشتروا بيرجر وهدولة الإصاص يعني قديشها؟ يعني اللي بيعطي النكهة للطعام هو المواد الدسمي أكيد هاي الأطعم اللذيذي ونحنا أحياناً صعب نمنع أولادنا عنها بس هو المطلوب أنه نحنا ناخذها بشكل مدروس مش بشكل عشوائي وبشكل يومي وبشكل كثير لأنه هاي إلى تأثيرات سلبية طبعاً هاي أطعمي لذيذة المذاق هاي أطعمي أشهب كثير من الأطعمي اللي هي ممكن تكون مسلوقة وما فيها دسم هاي أطعمي يعني إذا بدنا نخير أي واحد حتى الكبير مش بس الطفل الصغير بين هاي الأطعمي والأطعمي الثاني الناشفة أو المسلوقة رح يختارها لأنه مدافق ألد وأطيب بس ضررة أكيد أكبر أنا وجهة نظري أنه مش مطلوب منه نحنا نمنع بشكل مطلق لأنه المنع بشكل مطلق هذا بساوي ردة فعل وردة فعل عند الناس بتكون مش كويسي لا نسموح ولكن بكمية معتدلة بكمية غير زائدة بشكل أنه يقدر الجسم يتخلص من النواتج هذه الأطعمي اللي سيئة على الجسم لا نرفه بكمية كبيرة مننا نعم ويمكن عم نلاحظ الأهالي عم يتجهوا لهي الطعمة أكتر من الولاد بسبب يمكن طبيعة العمل وضيق الوقت خليلي نعطي يمكن بعض المعلومات أو يمكن بعض الخضار يمكن أو الفواكه اللي ممكن ننضيفها لهي الأكلات فينا نلعب على بعض التفاصيل للطفل يعني فينا نقول له بتاكل بطاطا مقلية بس لازم نحن ناكل كم قطعة خضار صحية كم قطعة فواكه وبعيدا يمكن عن الخضار اللي بلاستيكية اللي ممكن هلأ صارت موجودة بكل بيت طيب هلأ يعني أكيد هاي شغلي كمان مهمي أنه يعني أحيانا أنه نجيب طعام جاهز هذا بيريح ستة البيت وما بيخليها مثلا دوما مشغولي بالمطبخ أكيد بس برجع بقول أنه الطعام الصحي هذا بيفيد الجسم بشكل عام بفيد العائلة كلها في حال مرض أي واحد من أفراد العائلة رح يربك كل العائلة رح يربك والعائلة إذا رح يربك إذا صار في عنا أكثر من إصابي رح نربك مجتمعنا بخلال إدخال هالأطعم كثير خلل نحكي هرم غذائي بمختصر معنا دايتين أنه لازم تركيز على نقطة اثنين ثلاثة طيب هلأ اللي حضرت قلتي هذا كثير مهم جسم بحاجة للمواد الدسمي بس بحاجة إلى بحد معين نحن قدم له إياها الجسم بحاجة للسكريات بس بحاجة إلى لحد معين مثلا الصغار بحاجة للسكريات أكثر لأنه رح يحرقوها بالفعل العضلي خلال الركض خلال اللعب خلال الرياضيين بحاجة للسكريات أكثر من الإنسان اللي قاعد اللي رح تتوجه للسكريات والدسم لأنه تتخزن وتسوي له بداني اللي لازم ننوه له أنه الفواكه الطازجي هاي رح تأمن لجسم السكر اللي بسميه داخل البناء واللي هو مش سكر دار مثل السكريات خارجية الإنشاء هاي بيأمن لجسم الطاقة بيأمن لجسم الفيتامينات والمعادن اللازمة الفواكه الطازجي والخضار بالإضافة لأنه ناخد حاجة معقولة من المواد الدسمية والسكريات والبروتين نعم دكتور يعني كمان نصائح كتير مهمة بهذا التوقيت بالضبط وتوقيت العيد منتشكر وجودك معنا منتشكر هيدا النصائح اللي قدمتها وإن شاء الله لكل يكون استفاد من النصائح كل سنة أنتوا سالمين سالي وإن شاء الله بالأعياد الجاي نحن إن شاء الله أنه العيد الجاي يحمل كل الخير لبلدنا الحبيب سوريا كل عام أنتوا بألف خير أنتوا وأسرة الإخبارية وعموم الأخوة المشاهدين بتمنى لكم الخير دوما تحياتي لكم وشكرا جزيلا على السلام بنشكرك دكتور على المعلومات اللي قدمت لنا إياها والنصائح اللي قدمت لنا إياها بننوه ونذكر أنه يجب الاتجاه إلى الطبيعة والاعتناء يمكن بأكل أطفالنا اليوم لأنه هن فرصان لغد ولازم الحفاظ على بنية جسدية قوية بنشكرك كتير أول وما أخيرا شكرا نور كل عام أنتوا بخير تحياتي أنتم مرة ثانية شكرا كتير إليك كل عام أنتوا بخير أما هلأ مشاهدينا مننتقل لغرفة الأخبار مننتقل لغرفة الأخبار مننتقل على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي عولى أبو خضر يسعد صباحك عولى وكل عام أنتوا بخير